بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري انسحابه من الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات القادمة، قال الرئيس ميشيل عون أنه لا يرى سبباً لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار مايو بعد انسحاب الحريري. عون أضاف خلال تصريحات إعلامية بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف داريان في دار الإفتاء بالعاصمة بيروت، إنه ليس هناك أي سبب لإرجاء الانتخابات مؤكداً أنهم لا يريدون خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان. الرئيس اللبناني شدد على أهمية دور الطائفة السنية في المحافظة على وحدة البلاد والتنوع السياسي فيها داعياً ساست الطائفة لمواصلة الانخراط بالحياة السياسية وداعياً إلى التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد. وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد التقى الجمعة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان حيث شدد على أن مقاطعة الطائفة السنية للانتخابات غير واردة. وفي وقت سابق أعلن رجل الأعمال بهاء الحريري شقيق رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري أنه سيدخل الحياة السياسية في لبنان. مؤكداً عزمه استكمال مسيرة والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ويرى مراقبون أن خطوة انسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية تفتح الباب لمرحلة جديدة في السياسات الطائفية في لبنان. وتزيد الغموض الذي يواجهه بلد يعاني من انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.